اهلا وسهلا بكم ابناء وبناتي طلاب المرحلة الابتدائية هنقدم لكم النهاردة مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي تحت رعاية واشراف وزارة التربية والتعليم نتمنى لكم عام دراسي سعيد في الاول انا حابب اكلمكم عن اهمية وفايدة مادة الرياضيات في حياتنا العملية في حياتنا العادية في موضوعات شيقة جدا 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 العام الدراسي ده ان شاء الله تستفيدوا منها وتعرفوا تطبقوها في المجالات الحياتية بتاعتكم زي مثلا النسبة اللي هو الموضوع الاولاني اللي احنا هنتكلم عنه في موضوعات مهمة جدا لو انت ماشي مع بابا وماما في وقت معين في السنة وتلاقي فيه في المحلات مثلا كلمة تخفيض تخفيض عشرة في المية وخمسين في المية ايه رأيك ان انت هتدرس التخفيض دوت عندك السنة دي في الحساب او في الرياضيات يبقى انت ماشي هتبقى عارف ايه هو التخفيض دوت سعر الحاجة اللي انت هتشتريها مع بابا هي بتزيد ولا بتقل انا كسبان ولا خسران المشروع الفلاني دوت عايز اعرف هو بيكسب قد ايه بيقل قد ايه او بيقصر قد ايه فيه حاجات كتير جدا جميلة هنقابلها في المنهج بتاعنا السنة دي تطبيق عملي يبقى انت مش بتدرس الرياضة علشان الامتحانه بس لا انت مستمتع جدا بدراستها وبتستفيد منها شخصيا وممكن تفيد اللي حواليك كمان تعالوا بقى نبتدي باول موضوع عندنا في الوحدة الاولانية بعنوان النسبة عايزين في الاول نعرف يعني ايه هي النسبة يا تارى حد فكر فينا العنوان دوت معنا ايه طيب العنوان دوت بسيط جدا لما نيجي نحلله ونمسكه ونتناوله مع بعض النسبة هي مقارنة ما بين كميتين او ثلاثة او اكتر يبقى المقارنة ما بين كميتين او ثلاثة او اكتر بس بشرطين الشرط الاول ان الكميات اللي احنا هنقارن ما بينها تبقى من نفس النوع الشرط التاني يكون لهم نفس وحدة القياس يعني ايه نفس وحدة القياس يعني مثلا لو الكميتين اللي انا بقارن ما بينهم هم وحدات طول فلازم يكونوا الاتنين لهم نفس وحدة القياس يعني الاتنين يكونوا بالسنتيميتر او الاتنين يكونوا بالكيلوميتر او الاتنين يكونوا بالديسيميتر ايا كانت وحدة القياس طيب يا مستر لو الاتنين كانوا نفس النوع الكميتين اللي انا بقرن ما بينهم كانوا نفس النوع بس ما كانوش نفس وحدة القياس مش هينفع نجيب النسبة ما بينهم لا هينفع بس بعد خطوة هنعملها اللي هو هنحول هنحول مثلا المتر للسنتيمتر او هنحول الكيلومتر للمتر حسب المسألة اللي قدامنا بعد ما اللي اتنين يبقوا نفس وحدة القياس اقدر اعمل عملية المقارنة واقدر اوجد النسبة يبقى مرة تانية النسبة هي ايه النسبة هي البقارنة بين كميتين او اكتر لهم نفس النوع ونفس وحدة القياس طيب تعالا نشوف مثال مع بعض بسيط جدا بيقول مع حمدي ستين جنيها ومع مونة عشرين جنيها ناخد بالنا ان الاتين كده ليهم نفس النوع الكميتين ليهم نفس النوع الاتنين عبارة عن ايه يعني اموال او نقود الاتنين اليهم نفس وحدة القياس الاتنين بالجنيه ما فيش حاجة بالقرش وحاجة بالجنيه يبقى انا هنا كده مش هتعب في تحويل انا هبتدي ادخل على طول واشتغل على المقارنة واجيب النسبة ما بينهم طيب لكي نقارن بين النقود التي مع كل منهما طيب هنبتدي نعمل ايه هنبتدي نقول ان المبلغ اللي مع حمدي اكبر من المبلغ اللي مع مونة تمام المبلغ اللي مع حمدي بيزيد عن المبلغ اللي مع مونة بمقدار قد ايه اربعين جنيه جبنا الاربعين دي من اين عملنا الستين ناقص العشرين ادتنا اربعين يبقى لو انا عايز اجيب النسبة ما بين النقود اللي مع حمدي والنقود اللي مع مونة هعمل ايه هعمل زي شرطة كسر اعتيادي واكتب الفلوس اللي مع حمدي فوق في البسط والفلوس او النقود اللي مع مونة في المقام طيب هيبقى الشكل عامل ازاي بقى ستين على عشرين هم دول حدين نسبة كده انا عملت المقارنة ما بين النقود اللي مع حمدي واللي مع مونة طب انا هسيبها كده لا طبعا لازم احطها في ابسط صورة فنبص كده الاجابة هتبقى تلاتة الى واحد او تلاتة على واحد عملنا ايه ده هنشوفه كمان شوية ازاي وصلنا الستين على عشرين للشكل تلاتة على واحد ده هنشوفه كمان شوية يبقى نقدر نقول ان ما مع حمدي تلات امثال ما مع مونة يعني النقود اللي مع حمدي قد اللي مع مونة تلات مرات يسمى هذا الكسر نسبة يبقى تلاتة على واحد دي احنا نقدر نسميها النسبة بين النقود اللي مع حمدي والنقود اللي مع مونة بنكتبها باكتر من صورة الصورة الاولانية تلاتة الى واحد الى ديت اللي هم النقطتين اللي انتوا شايفينهم فوق بعض يبقى دي تلاتة الى واحد ونقراها زي ما انتم شايفين تلاتة الى واحد ممكن تتكتب في صورة كسر تبقى تلاتة على واحد وممكن تتكتب في صورة تلاتة نقطتين فوق بعض واحد اللي اتنين اليوم نفس المعنى انا مش عايز اقارن حمدي بمونة انا عايز اعمل العكس عايز اقارن النقود اللي مع مونة بالنسبة للنقود اللي معها حمدي فهبتدي اعمل ايه الموضوع بسيط جدا هحط النقود اللي مع مونة فوق في البسط وهحط النقود اللي معها حمدي هي اللي في المقام تحت ونعيد نفس الخطوات اللي فاتت فياريت معايا كده ونشوف الاجابات هتبقى ايه طبعا عارفين ان مونة معاها عشرين انما حمدي معاها ستين فهتبقى الاجابة عشرين على ستين اه انا سامعك برافو عليك على ستين برافو احنا لازم نعمل ايه الخطوة اللي جاية اه نضع العشرين على ستين دي في ابسط صورة ممكنة خلي بالك ان انت ممكن تختصرها بس ما تبقاش دي ابسط صورة انت لازم تفضل ورا الكسر ده وورا النسبة دي لغاية ما توصل لابسط صورة ممكنة احنا هنصغر الاعداد بتاعتنا ازاي هنصغر الاعداد بتاعتنا بان احنا نقسم البسط والمقام نقسم العددين اللي هما العشرين والستين على عدد واحد يعني ايه على عدد واحد يعني ما نجيش نقسم فوق على خمسة ونقسم تحت على ستة لا كده احنا ايه المسألة تبوز مننا لازم ناخد البسط والمقام ونقسمه هما الاتنين على عدد واحد او عدد معين فالعشرين على ستين ممكن نعمل ايه اه برافو ممكن نكانسل الصفر اللي فوق مع الصفر اللي تحت جميل فبقت اتنين على ستة طب الاتنين والستة ممكن يقبلوا الاسمة على كام ممكن يقبلوا الاسمة على اتنين يبقى انا همسك الاتنين اللي فوق وقسمها على اتنين والستة اللي تحت قسمها على الاتنين ونشوف النتيجة تبقى واحد على تلاتة زي ما قلنا من شوية صغيرين ان انا ممكن اكتب النسبة في شكلين يقيمة في صورة كسر اعتيادي زي ما هو واضح قدامك واحد على ثلاثة او واحد الى ثلاثة وإلى دي بتبقى نقطتين فوق بعض طيب ده معناه ايه معناه ان النقود اللي معا مونة بتمثل تلت النقود اللي معا حمدي طيب ممكن نكتبها في الصورة واحد الى ثلاثة وزي ما احنا تعلمنا نقراها واحد الى ثلاثة وممكن نكتبها في صورة كسر اعتيادي واحد على ثلاثة طيب الحتة بقى الاخيرة اللي لازم نبقى معلومة واصلة لنا كلنا ان الواحد والثلاثة دول ده في المسألة بتاعتنا دي بس انما انا بتكلم بقى عموما العددين اللي هم البسط والمقام انت جبت النسبة بتاعت الفلوس اللي معا حمدي الى مونة او مونة الى حمدي طلعت رقمين في ابسط صورة الرقمين دول ايا كانوا بقى الواحد والثلاثة دول ليهم اسامي بمكن سؤال يجي لك في صورة اكمل ويقول لك النسبة واحد الى ثلاثة ويسألك يقول لك هو مقدم النسبة هنا هو مين هو تالي النسبة هنا هو مين او الحد الاول هو مين والحد التاني هو مين فلازم تبقى عارف ان الواحد اللي هو اللي فوق ده ممكن نسميه الحد الاول وممكن نسميه مقدم النسبة أما العدد اللي تحت اللي هو المقام ممكن نسميه الحد التاني أو ممكن نسميه تالي النسبة يبقى الحتة دي مهمة في المسميات عشان تبقى عارف لو أنا بسألك هو تالي النسبة هنا هو مين يبقى الإجابة رقم 3 مقدم النسبة هو مين الإجابة هتبقى رقم 1 النقطتين اللي فوق بعض دول هم الإشارة أو العلامة بتوع النسبة النسبة بين عددين بتنتج من قسمة أحدهما على الآخر دي طريقة من الطرق احنا ممكن علشان نجيب النسبة بتاعة 60 إلى 20 نعمل ايه نقسم 60 على 20 طيب وعلشان نجيب النسبة ما بين 20 إلى 60 هنقسم 20 على 60 اللي هو احنا قلناه من شوية ان احنا بنضع العشرين والستين في أبسط صورة ايه الطريقة اللي بنخلي العشرين والستين بتوعنا في أبسط صورة بنقسم البست والمقام العدد اللي فوق والعدد اللي تحت على عدد واحد لكل منهما طيب نشوف مع بعض مثال تاني مثال جميل جدا ايه رأيكم في الصورة اللي موجودة قدامكم دلوقتي على الشاشة الصورة دي عبارة عن ورد وعبارة عن نحل طيب هو انا عندي هنا في الصورة دي كام وردة تمام عندي اتنين وعندي كام نحلة اه عندي خمسة برافو عليكم طيب هنسأل شوية اسئلة على الصورة الجميلة دي بيقول اكتب نسبة لمقارنة عدد الورود والنحل يعني انا عايز احنا اتفقنا ان النسبة احنا بنقارن ما بين حكتين انا عايز اقارن عدد الورد بالنسبة لعدد النحل عدد الورد بالنسبة لعدد النحل انت قلتوا من شوية ان انا عندي كام وردة اتنين كام نحلة خمسة يبقى لما اجا قارن ما بين عدد الورد الى عدد النحل تطلع الاجابة ايه تمام انا سمعتك برافو عليك الاجابة هتبقى اتنين على خمسة طيب هو اتنين على خمسة دي ينفع نعمل لها اختصار لا ليه بقى ما ينفعش المرة دي نعمل اختصار لان ببساطة لو رجعنا المعلوماتنا القديمة بتاعت سنة ربعة ابتدائي اتنين وخمسة دول من الاعداد الاولية كنا بنسميها كده الاعداد الاولية اللي هي ايه الاعداد الاولية مستر فكرني الاعداد الاولية هي اعداد لا تقبل القسمة الا على نفسها والواحد الصحيح بمعنى اخر الاعداد الاولية هي اعداد لها اتنين من العوامل فقط واحد والعدد نفسه فما ينفعش نقسم اللي اتنين والخمسة على اعداد مشتركة يعني ما ينفعش نقسم فوق على اتنين وتحت على اتنين الخمسة مش هتقبل ما ينفعش نقسم فوق على خمسة وتحت على خمسة اللي اتنين فوق مش هتقبل يبقى دي هي الاجابة الاخيرة بتاعة النسبة بتاعتي في أبسط صورة ممكنة ما تعبتش في حاجة غير أن أنا عديت الورد وعديت النح وطلعت الإجابة 2 على 5 أفكركم أن إحنا ينفع نكتب النسبة في أكتر من صورة موجودين قدامكم كلهم 2 على 5 دي صورة كسر اعتيادي أو 2 إلى 5 النقطتين اللي فوق بعض اللي هي العلامة أو الإشارة بتاعة النسبة مثال جميل وبشكركم أن أنتم كنتم مركزين تعالوا مع بعض نشوف أمثلة تانية نضع فيها النسبة بتاعتنا في أبسط صورة تعالوا نشوف الخطوة اللي جيد زي ما قلنا من شوية إحنا عايزين نضع النسبة بتاعتنا في أبسط صورة ممكنة الكلام دوت هيبقى عن طريق إيه؟ عن طريق عملية الإسمة إحنا عايزين نصغر الأعداد بتاعتنا فإيه العملية الحسابية اللي بتتم فيها تصغير الأعداد هي عملية الإسمة فهنقسم البسط والمقام أو بشكل تاني هنقسم حدي النسبة على عدد معين تعالوا نشوف كده المثال الأولين ستة وتلاتين إلى تمانية وأربعين ده مقدم النسبة وده تالي النسبة العددين دول علشان أبسطهم يبقى لازم أبتدي أقسمهم على عدد معين عدد واحد فالستة وتلاتين والتمائية وأربعين يقبلوا الإسمة على كام؟ فأنا سامع دلوقتي في حد بيقول إن العددين دول يقبلوا الإسمة على أعداد كتيرة آه أنا موافقك العددين دول يقبلوا الإسمة على اتنين على تلاتة على أربعة على ستة ويقبلوا الإسمة على اتناشر طيب أبتدي بأنهي رقم يا مستر فيهم طبعا أسرح حاجة إن أنا أستعمل أكبر رقم فيهم طب لو أنا مش حافظ الستة وتلاتين على اتناشر والتمانية وأربعين على اتناشر بتسوي كام؟ نعمل إيه؟ ممكن نستعمل عدد أقل من كده فأنا هخليني معا اللي لسه ما يعرفش أو مش عارف يعمل الاسم على اتناشر فتعال نبتدي بالاسم على ستة يبقى أنا همسك الستة وتلاتين وقسمها على ستة وقسم التمانية واربعين على ستة ودي علامة النسبة زي ما هي ستة وتلاتين على ستة فيها الستة تمانية واربعين على الستة فيها التمانية طيب سؤال هي دي أبسط صورة ممكنة؟ لا برافو ممكن الستة والتمانية نعمل لهم خطوة تانية ونقسم على اتنين تبقى الستة على اتنين فيها التلاتة وتمانية على الاتنين فيها الاربعة ودي أبسط صورة ممكنة نقدر نوصل لها وممكن أكتب النسبة بتاعتي في شكل كسر اعتيادي 3 على 4 مثال تاني عندي المرة دي عددين بس الأعداد في صورة كسور عشرية 1 و 2 من 10 إلى 3 و 6 من 10 طيب احنا متفقين ان لازم الكميات بتاعتي تبقى أعداد صحيحة فال 1 و 2 من 10 و 3 و 6 من 10 دول مش أعداد صحيح طيب نعمل ايه لازم نبتدي نحول الكلام اللي قدامنا ده إلى أعداد صحيحة طيب هنحول الكلام ده لأعداد صحيحة ازاي عن طريق ان احنا هنمسك الطرفين دول أو العددين دول والمرة دي هنضربهم انت قلتلي من شوية ان احنا هنقسم بتضرب دلوقتي ازاي احنا هنقسم لما نوصل لشكل الأعداد الصحيحة انما انا لسه ما وصلتش بدول الأعداد الصحيحة كأنه عنده مشكلة وانا باعلقها له طيب هنضرب في كام في المسألة اللي قدامنا دي هنضرب في عشرة ليه؟ علشان العلامة العشرية بعد رقم واحد طيب لو كانت العلامة العشرية بعد رقمين كنا هنضرب في مية طيب لو العلامة العشرية بعد ثلاث أرقام كنا هنضرب في ألف طيب الواحد واثنين من عشرة لما نضربها في عشرة تتحول الى اتناشر والتلاتة وستة من عشرة لما نضربها في عشرة تبقى ستة وتلاتين كده انا وقفت عند الخطوة الاولانية اللي هي حولت المسألة بتاعتي من صورة عشرية الى اعداد صحيحة بعد كده نخش في الفيلم بقى بتاع ايه بتاعة الاسمة الاثناشر والستة وتلاتين الاثنين دول يقبلوا الاسمة على كام نفس الوضع ده يقبلوا الاسمة على حاجات كتير تعال احنا نعمل ايه نختار اكبر حاجة ممكنة اللي هي الاثناشر عشان ما نعملش خطوات كتير يبقى اتناشر على الاثناشر فيها الواحد وستة وتلاتين على الاثناشر فيها التلاتة تبقى الاجابة النهائية واحد الى تلاتة وممكن نكتبها شكل واحد على تلاتة طيب يبقى المثال ده كانت اعداد صحيحة المثال ده كانت سورة او اعداد عشرية تعالى ناخد مثال تاني اعداد في شكل كسر اعتيادي الموضوع بسيط خالص لو قلت تلاتة على خمسة الى مثلا واحد على عشرة ده كسر اعتيادي وده كسر اعتيادي انا عايز اقارن ما بينهم عايز اجيب النسبة ما بينهم طيب هل هم كده في شكل او في وضع الاعداد الصحيحة اللي احنا اتفقنا عليها لا يبقوا عايزين ايه؟ عايزين نحل المشكلة ونحولهم لاعداد صحيحة طب هنحول الكلام ده لاعداد صحيحة ازاي؟ هنعمل حاجة اسمها مقص او كروس ملتبليكيشن كده هنضرب العشرة في التلاتة وهنضرب الخمسة في الواحد بس خلي بالكو احنا بنعمل الضرب ده بنكتب الاجابة هنا يعني باجي من تحت كده واطلع على فوق فعشرة في تلاتة تدينا تلاتين وخمسة في واحد تدينا خمسة كده انا حولت المسألة من كسور اعتيادي الى اعداد صحيحة اقدر دلوقتي اعمل مسلسل الاسمة علشان اوصل لابسط صورة طب يطرى التلاتين مع الخمسة يقبلوا الاسمة على كام؟ على خمسة ده على خمسة فيها الستة وده على خمسة فيها الواحد يبقى الصورة النهائية ابسط صورة ممكنة للمقارنة ما بين تلاتة على خمسة وواحد على عشرة هي ستة الى واحد طيب انا واحد بيقول سامعه دلوقتي بيقول طب ما انا ممكن امسك التلاتة على خمسة دي وحولها لصورة عشرية معاك صح؟ وامسك الواحد على عشرة دي وحولها لصورة عشرية يبقى حولت المسألة من كسور اعتيادي لكسور عشرية واعمل نفس الخطوات دي ابتدي اعالجها او احل المشكلة ان انا بضرب في عشرة او في مية او في الف علشان اخلص على العلامة العشرية تتحول لاعدات صحيحة وبعدين اكمل بنفس الطريقة المهم سواء كانت صورة عشرية او اعتيادي انا لازم احل مشكلتي ووصلهم لاعدات صحيحة وبعدين ابتدي اعمل خطوات الاسمة لغاية موصل لابسط صورة ممكنة تعالوا دلوقتي نرجع ونكمل الحلقة بتاعتنا عندنا دلوقتي مثال واضح على الشاشة قدامكم بيقول هناك ستة من بين عشر تلاميذ يحصلون على الدرجة النهائية في امتحان مادة الرياضيات في عندنا عشر تلاميذ في منهم ستة بيحصلوا على الدرجة النهائية اكتب هذه النسبة في ابسط صورة طيب هو كده عايز يجيب او عايز يقارن مين بمين عايز يقارن عدد الطلبة اللي بيجيبوا الدرجة النهائية بالعدد الاجمالي من الطلبة اللي دخلت الامتحان طيب هتبقى النتيجة او الحل عبارة عن ايه زي ما انتو شايفين كده ستة على عشرة جبنا الستة دي منين الستة دي اللي هم عدد الطلبة اللي بيحصلوا على الدرجة النهائية والعشرة دي جات منين العشرة دي هو العدد الاجمالي للطلبة اللي دخلت الامتحان ده طيب هنسيب الستة على عشرة دي او الستة الى عشرة زي ما هي كده لا طبعا لازم نضعها في ابسط صورة من غير هو حتى ما يقول او من غير هو ما يطلب طيب اتفقنا بنعمل ابسط صورة دي ازاي بنمسك البسط والمقام او بنمسك حداي النسبة وبنقسمهم على عدد واحد زي ما انتو شايفين كده قدامكم اسمنا فوق على اتنين واسمنا تحت على اتنين فكانت الاجابة الاخيرة تلاتة على خمسة او تلاتة الى خمسة طيب كمان مثال صورة جميلة هي قدامنا فيها مجموعة من الاولاد والبنات طيب ايه الطلب عايزة قال اوجد نسبة للمقارنة بين عدد التلاميذ الزكور الاولاد والعدد الكلي للتلاميذ في ابسط صورة يبقى انا عايزة قارن ما بين حاجتين مين هم الحاجتين دول عدد الاولاد الزكور ثانيا العدد الاجمالي او العدد الكلي للتلاميذ وطالب مني كمان ان انا حطها في ابسط صورة طيب لو خدنا فرصة كده وحاولنا في المسألة دي تطلع الاجابة كام الى كام او كام على كام عدد التلاميذ الزكور فوق والعدد الكل تحت هيبقوا اتنين عندنا ولدين في الصورة وعندنا العدد الإجمالي ستة انا سامح حد قال اتنين على اربعة لا اتنين على اربعة دي كده احنا بنقارن عدد الولاد الزكور بعدد البنات الاناس وهو ده مش طلبه هو طالب انه يقارن ما بين الزكور والإجمالي فلازم الاجابة تبقى اتنين الى ستة او اتنين على ستة لما نضعها في ابسة الصورة طلعت واحد على تلاتة طب حد من الشطار يقول لي احنا عملنا ايه في الاتنين على ستة علشان تصبح واحد على تلاتة او واحد الى تلاتة برافو احنا عملنا اسمنا البسط والمقام على اتنين فوق اسمنا على اتنين طلعت الاجابة واحد وتحت اسمنا على اتنين طلعت الاجابة تلاتة دلوقتي هنشوف مع بعض مثال اكثر صعوبة حاجة بسيطة من الامثلة اللي احنا عرضناها من شوية فيه فائدة كبيرة يارب نستفيد بيها وناخد الفكرة المهمة دي منها اتفضلوا يلا بينا تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي مثال على الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية هنقول مثال بسيط جدا بس فيه خلط ما بين نوعين مهمين احنا دلوقتي المثال بتاعنا هايقول اختصر الى ابسط صورة بس المثال بتاعنا هيبقى فيه خلط ما بين ان انا معايا عدد صحيح ومعايا عدد عبارة عن كسر فمثلا لو قلنا اربعة الى اتنين على خمسة ازاي نعمل الاختصار بتاع النسبة دي فبمنتهى البساطة احنا هنعتبر ان الاربعة دي اربعة على واحد وبعدين هنعمل الكروس او المقص اللي احنا اتفقنا عليه من شوية فهناخد الفايف هناخد الخمسة ونعمل لها او نضربها في اربعة وناخد الواحد ونضربه في اتنين فاربعة في خمسة تبقى بعشرين هنكتب الناحية دي عشرين ودي عالمة النسبة اللي احنا اتفقنا عليها واحد في اتنين بيساوي اتنين كده أنا حولت أو علقت المسألة بتاعتي بعد ما كان عدد صحيح مع عدد كسر اعتيادي بقوا من الاتنين أعداد صحيحة وهو ده الهدف أو دي السلمة الأولانية اللي بنطلع عليها بعد كده إزاي نحط النسبة عشرين إلى اتنين في أبسط صورة طبعا زي ما أنا سامع بتقوله هنعمل اسمة هنقسم الطرفين دول أو هنقسم العددين دول على اتنين مظبوط يبقى عشرين على اتنين فيها العشرة واتنين على اتنين فيها الواحد يبقى الصورة الأبسط للنسبة أربعة إلى اتنين على خمسة بتسوي عشرة إلى واحد كده إحنا عملنا أو طبقنا مثال عبارة عن خلط ما بين نوعين وعملنا الاختصار لأبسط صورة ممكن نشوف حاجة تانية سريعة مثلا تلاتة على خمسة إلى أربعة من عشرة برضو هنا احنا بنعمل خلط ما بين حاجتين ده كسر اعتيادي وده كسر عشري ما ينفعش نعمل الاختصار لأبسط صورة وهم كده كل واحد من عيلة شكل لازم لاتنين يكونوا من عيلة واحدة يالتنين يكونوا كسور اعتياديا يالتنين يكونوا كسور عشرية الأبسط لك أنت إيه فأنا ممكن أسيب دي تلاتة على خمسة زي ما هي إلى والأربعة من عشرة دي نخليها أربعة على عشرة كده أنا حولت الكسر العشري لكسر اعتيادي بنفس الطريقة عن طريق الكروس أو عن طريق المقص وخد بالك وإحنا بنعمل المقص بنبتدي من تحت ونطلع به على فوق يعني هاخد العشرة أضربها في تلاتة واكتب النتيجة هنا وأخد الخمسة أضربها في أربعة واكتب النتيجة هنا فعشرة في تلاتة بتسوي تلاتين برافو وخمسة في أربعة بتسوي عشرين كده أنا حولت المسألة بتاعت الأعداد صحيحة وقلت لكو دي أول سلمة بعد كده هنبتدي نختصر التلاتين والعشرة لأبسط صورة فطبعا بمنتهى السهولة أنا هعمل إيه؟ أنا هقسم على عشرة وفيه أولاد شاطرين يقولك إحنا ممكن نطير الصفر ده مع الصفر ده أو نكنسل الصفر ده مع ده هي هي نفس المعنى في الآخر فالإجابة النهائية هتبقى تلاتة إلى اتنين وزي ما أنتوا عارفين إحنا ممكن نكتبها في الشكل ده تلاتة على اتنين تعالوا بقى نرجع نكمل تاني الموضوع بتاعنا اللي ابتديناه تعالوا دلوقتي نعمل ملخص للحصل أو دار ما بيننا خلال الحلقة دية إحنا اتكلمنا عن إيه هي النسبة إيه المعنى بتاع النسبة وعرفنا إن فيه شرطين علشان نقارن يعني أو نعمل مقارنة ما بين حكتين لازم يكونوا الكميات اللي إحنا هنقارن ما بينهم من نفس النوع وليهم نفس وحدة القياس ولو ما لهمش نفس وحدة القياس إحنا هنعمل تحويل وهنخليهم نفس وحدة القياس علشان نعرف نتمم عملية المقارنة كمان شفنا مع بعض أفكار لو الكميات اللي أنا بقارن ما بينها واخدى شكل كسور عشرية هتصرف وأعمل إزاي وعالجها إزاي عندي كسور اعتيادية برضو إزاي هعالجها وحول الصورة دي أو دي إلى أعداد صحيحة وبعدين ندخل بخطوات متتالية لعملية الإسمة لكل من طرفي النسبة أو الحد الأول والحد الثاني أو المقدم والتالي زي ما قلنا لغاية ما نضعها في أبسط صورة هنشوف بعد كده إزاي نطبق النسبة دي في موضوعات أكبر بإذن الله أتمنى أن كل الطلاب يكونوا استفادوا النهاردة وأشوفكم دايما على خير